في خطوة تضامنية مع قطاع غزة ومتسقة مع حملات ومبادرات مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي قدم مطعم فلسطيا في رامال مبادرته في تقديم وجبات عشاء يذهب ريعها للهالي في غزة الفكرة حظيت بإقبال المواطنين أفرادا وشركات وحازت على دعم وتأييل المساهمين في مقاطعة البضائع الإسرائيلية كان فيه تجاوب كبير من الناس وحبوا يتبرعوا وحبوا يعطوا إشياء لغزة وبنفس الوقت أن يكون فيه تجمع يعني الناس تقود مع بعض وتناقش هذا الموضوع المناسبة التي ارتبطت في هذه المناسبة التي حملت مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ويأمل المطعم أن تكون الرسالة من مبادرته قد وصلت في أن الشعب الفلسطيني متوحد في كافة أماكن تواجده وأن كل ما يقدمه أهل الضفة الغزة هو دعم الأخي لأخيه فالجرح واحد والمعاناة هناك تردد أصداءها هنا ممكن تكون هذه مقدمة لمبادرة كل أصحاب الرجال يعني كل رجال الأعمال يساهموا في دعم وفي نصرة أهلنا في غزة وكمان مهم يعني نركز على موضوع المقاطعة يعني إحنا كمطعم بنستعملش إلى البضائع الفلسطينية وتأتي المبادرة بالتوازي مع حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية حملة بدأت تؤتي مفعولها في التجاوب السريع للمستهلكين لشراء البضائع المحلية أو المستوردة ومقاطعة الإسرائيلية إحنا كيف ممكن نوفر المنتجات الفلسطينية بدل المنتجات الإسرائيلية على قاعدة أنه هذا هو المطلوب حتى نحصل على الكرامة الاقتصادية اللي هي مدخل للاستقلال السياسي الحقيقي ويبدو أن بضائع الاحتلال بدأت تختفي رويدا من رفوف المحال التجارية الصغيرة أو الكبيرة في ظل قناعة في الشارع الفلسطيني أن شراء تلك البضائع يعني دفع ثمن الرصاص الذي يقتل أطفال غزة اشتركوا في القناة